الأمير حمزة وآخرون خططوا لزعزعة أمن الأردني واستقراره والكلام لنائب رئيس الوزراء أيمن الصفضي الذي أطل على الشعب الأردني موضحا حقيقة الأسباب التي دعت إلى تنفيذ اعتقالات بعدما كشفت التحقيقات عن وجود تواصل مع المعارضة الخارجية نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ زوجة الأمير حمزة ليست بعيدة عن مرمى نيران الاتهامات حيث كشف الصفضي عن اتصالات أجنبية معها لمغادرة الأردن الدائرة تتسع أكثر وأكثر وأصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل وجهات أخرى ربما يكشف عنها المستور لاحقا وفق محللين مع استبعادهم حدوث انقلاب عسكري لا يمكن أن يكون هناك انقلاب كل الذين أشير عليهم بالاعتقال ليس لهم علاقة قائمة في القوات المسلحة اليوم في كما ونواحد مدني وبعضهم عسكريين متقاعدين هناك دول إقليمية ممكن أنها لعبت في هذا الملف خاصة وأن العلاقات الأردنية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة كانت على المحك فلذلك إسرائيل الآن لا أستبعد أنها تكون جزء مما يجرى على الساحة الأردنية أما بالتخطيط وأما بالاستغلال وأما حقيقة بدعم بعض الأشخاص هنا أو هناك رئيسا مجلسي النواب والأعيان أكدا أن البلاد حسمت أمرها في وجه ما يتهددها من مخاطر الأجندات الخارجية مع تأكيد أن أمن الأردن واستقراره فوق الجميع التحركات ضد الأردن تجري منذ فترة طويلة يقول نائب رئيس الوزراء ويؤكد أنها وئدت في مهدها بعدما انتقلت تحركات المشتبه بهم من مربع التخطيط إلى مربع الفعل من أجل تحديد وقت التحرك والوزير أيضا يؤكد أن لا أحد فوق القانون وأن التحقيق لا يزال مستمرا لان شهين عمان أعلم يا دين